تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة تخرج سمو شيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة أمر الكلية هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث إلى جلالتكم بأخلص تهنين وتبريكاتنا بمناسبة تخرج حفيدكم الابن العزيز سمو شيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة أمر الكلية وقد ساعدنا كثيرا بهذا التفوق الذي حققه سمو ابننا العزيز في تحصيل العلم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيه السديد من جلالتكم حفظكم الله له حتى أضحى صورة مشرفة لكل الشباب البحريني الطموح الذي يسعى إلى مثل هذا الإنجاز الباهر والذي بالتأكيد سوف يسهم بشكل واضح في أدائه المتميز في خدمة الوطن الغالي وبناء نهضته الحديثة وتقدمه على مختلف الصعد مع أطيب تمنياتنا لسموه بواصلة النجاح والتفوق في حياته العملية لخدمة وطنه ومجتمعه في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة تخرج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفعوا إلى مقاب جلالتكم أسماء آيات التهاني والتبركات بتخرج ابنكم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية بمرتبة الامتياز ونيل سموه جائزة آمر الكلية تقديرا لسموه على مبدأه من تفوق وانضباط وإذا أرفعوا لجلالتكم حفظكم الله التهانية والتبركات بهذه المناسبة السعيدة لأعرب عن عظيم الشكر والامتنان والعرفان لجلالتكم على توجيهاتكم وما حظي به ابنكم من كريم الرعاية والاهتمام والتي كان لها الأثر الكبير فيما تم إنجازه في هذه الكلية البريطانية العريقة ونسأل الله أن يوفق الابن العزيز للعمل مع شباب هذا الوطن على كل ما يسهم في رقيه وتطوره تحت لواء جلالتكم حفظكم الله ورعاكم سألنا الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بمفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والازدهار لمملكتنا الغالية ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأبير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لجلالة الملك المفدى بتخرج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ الشكر والتقدير تهنئة سموكم حفظكم الله بمناسبة تخرج ابننا العزيز سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية ونيله مرتبة الامتياز ونيل سموه جائزة آمر الكلية تقديرا على ما أبداه من تفوق وانضباط واننا ونحن نحتفل بأيامنا الوطنية المجيدة لنفخر بهذا الانجاز العلمي والعسكري ونهنئ سموكم وسمو الابن عيسى ونتطلع إلى أن يكون سموه في مصاف الشباب المخلصين العاملين لنهضة هذا الوطن وحماية مكتسباته كما وإننا نود أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير العميقين للجهد المخلص الذي بذله الابن سمو الشيخ عيسى وتفوقه أثناء دراسته متطلعين أن يسهم سموه مع إخوانه أبناء البحرين المخلصين في نهضة الوطن العزيز وتقدمه وازدهاره دعين الله عز وجل أن يوفقه في حياته العسكرية القادمة في خدمة وطنه العزيز بارك الله في سعيكم وأمدكم بالصحة والعافية ودمتم في حفظ الله ورعايته سالمين والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة تخرج سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث إلى سموكم بأخلص تهنين وتبركاتنا بمناسبة تخرج الابن العزيز سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصول سموه على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية وإننا وقد ساعدنا كثيرا بهذا التفوق الذي حققه سمو ابننا العزيز في تحصيل العلم بفضل رعاية الكريمة والتوجيه السديد من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن سموكم له حتى أضحى صورة مشرفة لكل شباب البحريني الطموح الذي يسعى إلى مثل هذا الإنجاز الباهر والذي بالتأكيد سوف يسهم بشكل واضح في أدائه المتميز خدمة للوطن الغالي وبناء نهضته الحديثة وتقدمه على مختلف الصعد مع أطيب تمنياتنا لسموه بمواصلة النجاح والتفوق في حياته العملية لخدمة وطنه ومجتمعه بظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء